انا استمتع بحلقة مميزة النهاردة عندنا اخبار كتير وعندنا يعني مواضيع كتير هنتكلم فيها النهاردة ان شاء الله وحيكون معانا النهاردة ضيوفنا كابتن صلاح سليمان مدافع نادي الزمالك السابق وكابتن كريم زكري مدافع نادي المصري السابق اتنين من المدافعين مميزين ان شاء الله وبعدين عندنا فقرة تالتة كمان هيكون معايا عمر شريف عمر شريف بطل العالم في كرة السرعة لازم نلقي الضوء على يعني الالعاب بتاعتنا المميزة الرياضات المختلفة ويعني النهاردة هيكون معايا عمر شريف نجم العالم بقى وبطل العالم في لعبة كرة السرعة ان شاء الله النهاردة حبدأ حلقتي بخبر حلو من الاسكواش انتو عارفين اسكواش دايما معودنا على البطولات والانجازات والتصنيف العالمي على مستوى الرجال والسيدات احنا دايما يعني في الصدارة عندنا امينة عرفي لعبتنا المصرية بتفوز ب بطولة ماليزيا كأس ماليزيا للسكواش بطولة تصل جوازة الى خمسين الف دولار ما شاء الله حاجة رائعة جدا امينة عرفي بنوتس غنونة كده جميلة لكن ما شاء الله عليها يعني بطلت بطولة كأس ماليزيا للسكواش بطولة دولية كبيرة فأمينة كسبت البطولة وأعتقد أمينة يعني 17 سنة فازت كمان على لعبة ماليزيا يعني هما ماليزيا مستوضفين البطولة كاس ماليزيا وهي كسبت بطلة ماليزيا اسمها سيفا سينجاري وكسبت 3-2 في مباراة صعبة جدا استغرقت حوالي ساعة ونص 89 دقيقة ساعة ونص الأشواط يمكن أمينة كمان كانت خسرت الشرط الأول 11-8 وبعدين كسبت الشرط التاني والتالت 11-9 و12-10 وبعدين خسرت الشرط الرابع برضو 11-8 ولعب الشرط الخامس وقدرت تفوس 11-6 وأمينة بتتوج بلقب كأس ماليزيا للسكواش حاجة رائعة جدا 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 مبروك لأمينة بطلة ناشئة صغيرة لكن بطلة كبيرة مش هقول كبيرة في السن لا كبيرة بقى في الأداء والتميز لأمينة عرفي في السكواش بتفوس بكأس ماليزيا للسكواش زي ما قلتلكم مجموعة جوزة بتصل حوالي 50 ألف دولار مبروك يا أمينة والله حاجة تفرح عندنا أجيال وراء بعد كده متتابعة في السكواش على مستوى الرجال والسيدات والشباب والبنات والناشئين والناشئات أبطال عالم في كل الأعمار السنية في السكواش ده خبر حلو ترجمة نانسي قنقر